السلام عليكم كيف الحال شو هي صفات الرجل اللي بتبحث عنه المرأة وبتعشقه طبعا طراحت هذا السؤال عن طريق الانسجرام للمتابعين اللي عندي وكانت إجابتهم نوعا ما مشتركة مع بعضهم البعض وكمان كانت الإجابات مشتركة مع البحث اللي قمت فيه عن طريق النجل عشان هيك راح أحكي لكم عن أهم الصفات اللي بتبحث عنه المرأة الناضجة في الرجل اللي بدها ترتبط فيها فعشان هيك خلينا نبلش الصفة الأولى اللي بتبحث عنها المرأة في الرجل واللي هي الأمان دائما المرأة بتبحث عن الرجل اللي بغطيها شعور بالأمان طبعا شعور الأمان بيجي من عدة أشياء أساسية الشغل الأولى واللي هي البنية الجسدية وشكله الخارجي لأنه المرأة في قديم الزمان في العصور القديمة كانت تبحث عن الرجل اللي بنيته الجسدية قوية بحيث هذا الرجل راح يحميها من الحيوانات المفترسة وراح يحميها من الأشخاص اللي بتحاول تعتد عليها وغير هيك هذا الرجل راح يكون عنده قدرة كثير عالية على انه يروح مثلا يصطاد ويجيب مثلا الحطب ويوفر الحياة الكريمة بالنسبة للمرأة وسبحان الله هذا الاشي موجود بفطرة المرأة الطبيعية بحيث انه المرأة لما تشوف شخص مثلا بنيته الجسدية جيدة وقوية هذا الاشي بعطيها شعور بالامان شعور بانه ما فيه اي شخص ممكن يتعدى عليها او يسمعها كلام غير جيد وغير هيك لو فرضا اتعرفت على رجل ما كان مهتم بجسمه كان مثلا عنده مشاكل صحية نتيجة عدم اكتراثه بجسمه كان بياخد مثلا حبوب ادوية للسكر والضغط هذا الاشي ما بعطيها شعور بالامان انه راح تحسب حسب انه بيوم الايام راح صير عنده مشكلة صحية كبيرة ممكن يختفي من الحياة وثاني الشغلة بتعطي المرأة شعور بالامان واللي هو شخصية الرجل هل الشخصية الرجل قوية بقدر يطالب بحقوقه ويدافع عن حقوقه ولا شخصية ضعيفة واي واحد مثلا بيجي بتلاعب فيه وكلمة بتودي وكلمة بتجيبه حتى كمان المرأة ما بتحب انه تكون شخصية الرجل اضعف من شخصيتها لا هي بتحب يكون شخصيته قوية بحيث انه هي تكون قوية على العالم كله الا معه تشعر بانه لا هو اقوى منها وهو كمان يعني بحميها شخصية الرجل لما تكون قوية مش انه والله يصرق عليها ويأذيها لا هذا الاشي بيجي من شعور داخلي عند المرأة ممكن بيوم الايام بتيجي المرأة بتحكي لك انه والله انا بشعر بالرهبة منك او بالهيبة منك لكن انت بتكون معها حنون لكن هذا شعور داخلي هي بتشعر فيه وهذا الشعور طبعا بعطيها الامان وثالث شغل بيعطي المرأة الامان والله هو امكانية الرجل على حصوله على المال انا ما حكيت المال بالتحديد هو مصدر الامان مع انه هو مصدر امان كثير كبير للرجل وللمرأة لكن ممكن انت بيوم الايام ما تكون جاهز ماليا لكن عندك القدرة العالية على انك تتطور وتجيب الفلوس بحيث ممكن انت تكون بالجامعة لكن المرأة تعجب فيك وتوافق على انها ترتبط فيك في فترة الجامعة على الرغم من انه انت مش حاصل على وظيفة لكن هي مآمنة وبتعرف انه انت شغال على حالك وبيوم الايام راح توصل للهدف تبعك وراح توفر لقمة العيش الكريمة بالنسبة لالها بالنسبة للمرأة الناضجة هي بتبحث عن الرجل اللي بيقدر يوفر المال عشان يعيشوا حياة كريمة مش المال عشان تركب مثلا لامبرغيني او يعني اشي فاخر طبعا هذا الاشي كويس لكن احنا بنحكي يعني بشكل عام هي بتدور على حياة كريمة وانه ما ييجي يوم من الايام انه تكون محتاجة لشخص اخر او مثلا ما في اكل في البيت او ابنها مرض وجوزها مش قادر يعالج طفلها فهذا الاشي اكيد المرأة ما راح تشعر بالامان مع الرجل اللي ما بيقدر يوفر الاشياء الاساسية للمنزل ومنقدر نستدل على هذا الموضوع على اهمية قوة الرجل وقوته والشخصية من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحبه الى الله من المؤمن الضعيف ممكن انت تفوت على النت وتشوف التفسير الصحيح لهذا الحديث ثاني شغلة بتدور عليها المرأة في الرجل انه يكون عنده طموح وعنده اهداف وبيحاول يسعى عشان يوصل لهاي الاهداف شوفوا بشكل عام ما في اشي ممكن يقلل من جاذبيتك مثل انه ما يكون عندك هدف معين او انت تكون مثلا فاضي اشغال طول الوقت هذا الاشي بعطي انطباع لاي شخص في العالم سواء رجل او امرأة انه هذا الشخص غير جذاب وهذه الاشي شغلة مش كثير كويسة والمرأة دائما بتحب تحصل على رجل عنده طموح واهداف لانه ممكن يساعدها في الوصول لاهدافها كمان الشخصية ويشجعها على ذلك وغير هيك اذا منلاحظ كمان الاشخاص اللي كانوا في علاقات سامة لما المرأة تطلع من هاي العلاقة تقعد تشكي انه والله الرجل اللي كنت مرتبط فيه كان فاضي اشغال او كان قاعد اغلب وقته في البيت وما بيشتغل وانا كنت اشتغل فهاي صفة يعني جدا منفرة بالنسبة للرجل وغير هيك انا من خلال بحثي لقيت انه من صفات الرجل في الاسلام اللي هي السعي السعي عشان يحقق اهدافه عشان يحصل الاشياء المهمة للحياة والآية اللي بتدل على هذا الكلام واللي هي وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى وكان شرح هاي الاية انه الرجل كان يسعى مش يتمشى اذا احنا بنيجي مثلا نفسر كلمة يتمشى انه والله واحد كان بتمشى معناته كان يبزر كان يشرب شغلة كان يمشي مع اصحابه ويضيع وقت على الفاضي بينما رجل كان يسعى فكان هو يصحى من الصباح كان يلبس ملابس عشان يدور على شغل على شغلة معينة وهذا الاشي يعتبر جدا جذاب وبتقدري انت كمان تعتمدي على هذا الرجل في امور حياتي ثالث شغلة بتدور عليها المرأة في الرجل واللي هي الاهتمام شكل عام طبيعة المرأة مختلفة عن طبيعة الرجل فهي بحاجة للاهتمام بشكل اكبر من الرجل والاهتمام هون بيجي مش انه والله تسوي لها اشياء كبيرة لا فقط انك مثلا تسمع لها تهتم فيها تتفهمها تتفهم احتياجاتها تتصبح عليها تحضنها تبوسها هاي الشغلات البسيطة لو تكررها بشكل يومي انت هيك راح تكسب حب المرأة لإلك وهذا الاشي المرأة بتدور عليه بشكل كبير انه يكون والله حنون يكون متفهم يكون بعرف يسمع لإلها المرأة كمان بتحب الرجل اللي يسمع لإلها ما يقاطعها او مثلا بتحب الرجل اللي يهتم بالكلام اللي بتحكيه هي مش انه والله قاعد على تليفونه وقاعد بسو مليون شغلة وهي قاعد بتحكيه والكلام اللي بفوت منهم بطلع منهم هذا الاشي بالمرة ما بتحبه طبعا الدين شجع هاي الشغلة بشكل كبير بحيث قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وكمان فيه آية في القرآن الكريم وجعل بينكم مودة ورحمة هاي الشغلات كلها بتحض على انك تكون حنون وجيد مع النساء الشغلة الرابعة اللي بتدور عليها المرأة في الرجل واللي هي الدعم اذا كان عند المرأة طموحات وأهداف معينة فهي بتستنم من الرجل اللي راح ترتبط فيه انه يدعمها ويشجعها على تحقيق الأهداف تبعتها مثل ما حكيت لكم في المثال السابق اي مرأة طلعت من علاقة سامة راح تيجي تشكي لك وتحكي لك انه والله انا زوجي او الشخص اللي كنت مرتبط فيه ما كان يقدم لي هذا الدعم بالعكس كان يحبطني ويدمر طموحاتي بشكل كبير ولما تطلع من هاي العلاقة عمرها ما راح تشتاق لئله او ما راح تندم على انها خرجت من هاي العلاقة عكس الرجل اللي بتتعرف عليه وكان مثلا مهتم فيها ويدعمها على تحقيق الأهداف تبعتها بحيث انه اذا صار شغلة معينة وطلعت من هاي العلاقة راح تندم اشد الندم لانه خسرة شخص كان داعم قوي بالنسبة لإلها والشغلة الخامس اللي بتدور عليها المرأة في الرجل انه يكون سوي نفسيا ويكون طبيعي شوف بشكل عام الوقت اللي احنا عايشين فيه حاليا منتشر الامراض النفسية ومنتشر العقد النفسية عند الجميع سواء الرجل او الامرأة فاذا انت تعرفت على شخص معين ولقيته طبيعي انت نفسك راح تتفاجأ انه معقول فيه شخص طبيعي معقول فيه شخص قاب بتصرف يعني على طبيعته من دون مظاهر معينة بحيث انه احنا حاليا منلاحظ انه في بعض او كثير من الاشخاص بتكون ماشي بالسوق او في مكان معين وبتشعر انه فيه كاميرات مسلطة عليها فبتلاقيها انه هي بتتصرف مش على طبيعتها حتى الكلام اللي بتحكيه بتكون بتفكر فيه بحيث انه والله الكلام لازم يكون كذا ومثل ما حكى الشخص الفلاني على اليوتيوب لازم انا احكي هاي الكلمة قبل هاي الكلمة ولازم اسوي هاي الشغلة بالعلاقة فهاي الشغلات كلها منفرة فانت لما تيجي تتعرفي على رجل وتلاقيه طبيعي فهذا الاشي يعتبر في الوقت الحالي اشي كثير بجنن وفي النهاية اذا انت رجل وقعب بتتابع هذا الفيديو ما عليك غير انك تكون طبيعي تكون رجل حنون كريم بتدور هذا الشي لانه مثل ما حكيت انه هذا الفيديو مخصص للمرأة الناضجة هاي الصفات اللي ذكرتها اللي بتبحث عنها المرأة الناضجة فاذا انت تعاملت مع المرأة بهذا الاسلوب اللي هو الشي الطبيعي وتعاملت باصلك معها وهي ما قدرت هذا الاشي وراحت دورت على شخص ثاني فاعرف انه المشكلة مش فيك انت المشكلة فيها هي وهي شخص يعني مش مزبوط وغير ناضج ويمكن عنده الكثير من العقد النفسية بتدور على شخصية مثل الموجودات على النت اللي يتحكم فيها ويسيطر عليها وما الى اخره فاذا عجبكم الفيديو ياريت تكتبولي تحت في التعليقات وحكولي رأيكم في هاي الصفات واذا في صفات معينة انا ما ذكرتها كمان ياريت تكتبولي اياها تحت في التعليقات في شاشة النهاية رح اضط لكم فيديو علامات حب المرأة للرجل ونشوفكم بفيديو جديد والسلام